الخبر اللي جاي معنا عن الكابتن حسام حسن اللي بيهدد بالرحيل عن المصري البورسعيدي بسبب عدم الالتزام بطلباته في سوق الانتقالات عدم إبرام تعقدات مع اللعيبة اللي هو طلبهم وبيهدد إن التدريب بكرة حيكون الأخير له في حال إيه؟ في حال لم يتم استجابة الإدارة للفريق المصري البورسعيدي لطلباته لطلبات كابتن حسام حسن في المركاتو الشدوي